موسيقى 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 هذه هي عين ذكر هذه هي تحدد وجودنا لنها 350 سنة هذه هي موجودة في البرناج وموسيقى هذه هي القلب النابض موسيقى موسيقى هذه هي تربطنا كحلة هذه تربطنا كحلة معناها تربطنا نحن كحلة والطمي هذا يجي من الكاريين قريت التصوير وبكي جالوا عليك تحت الصفر اعتصامنا بدأ من 23 ديسمبر 2019 أيامات قليلة ونسكروا العام معناها هنا في الخيمة هنا تعد علينا برد شتاء صيف كل شيء مزلنا مستمرين في اعتصامنا التشكيات بدأت من 2013 جميع تشكياتنا كانت تلقى سلة المهمالات كان قرارنا منذ 23 ديسمبر أنه والأهالي كل يجتمعوا ويوقفوا للإجرام هذا اللي قاعد سير في حقنا والمتمثل في الإرادة حقيقية وفعلية من أجل اجتثاثنا من أرضنا واقتلعنا من أرضنا وتهجيرنا قصرياً من أجل أنه رأس المال الاستخراجي ومن أجل أنه صاحب المقطع يتمادى في نهب ثروات البلاد هذه ما يكفيهوش النهب الثروة بل يمشي لإعدام ثروة أخرى وهي المتمثلة أساساً في إعدام المائدة المائية وإعدام عين ذكارة اللي هي معناها تحدد وجودنا بالعين هذه واللي هي سبيلنا للحياة معناها تضرر في لحتنا معنا تضرر بالفادح تصدع بويوتنا وثم إمكانية واضحة وجلية وهكما بشتراق بو ثم إمكانية أنه حتى الجبل ينهار فوق رؤوس الأهلية معناها كانت تستجيب لي خطة معناها رسمنا خطة في بداية المعركة هذه وهي أنه تكون معناها عركتنا على جميع الواجهات معناها رسمنا أربعة مصارات مصار ميداني نضال شعبي ليوهادن ومصار قضائي ثم مصار إعلامي ومصار إداري معناها تشكيات كانت من 2013 بداية الاعتصام كانت 19 ديسمبر 2019 قضائياً وقانونياً في المصار القضائي والقانوني اتصلنا بجملة من خيرة ما أنجبت المحامات التونسية معناها على سبيل الذكر رياض بن حميدة سيدة غزواني قيس المحسني والتحق وثلاء آخرين من المحامين كما المحامي سويل مديمغ وغيرهم القاضية معناها طولت تشغل الرعي العام هي منطقة في شيرة تبرقة منطقة لهودية هذه اللي يستغلوا في منابع مياه منها منبع المنبع الرئيسي اللي اسمها عين بوكارة عين بوكارة دي جاءت في الشبل وين يسكنوا الهودية فان مقطع حجارة يستغل فيه تستغل فيه شركة ساحب المقطع دي أسير زادة تبرقة لكن استغلال المقطع دي ما كانش تبقى من الشروط اللي تحطها وزارة التجهيز واليجال اللي يتبع الخاطر صحيح ياخد رخصة استغلال المقطع لكن ثم شروط في الاستغلال لا يحبط العمق أكثر من ستة أمتاء المساحة اللي ياخد منها الأحجار اللي ينزم يعاوض يشدها باش ما تنهارش حسيني يفنى عدة شروط صحيح بالمقطع دي لا يحترمها بالاستغلال العشوائي هذا الضرت عين بوكارة اللي هي المنبع الرئيسي اللي هم اليهودية قام ابو التشكي معناها منها فلتاجة مرحبا معناها هي صنو باعتصام لكن التشكي بتاعهل الهودية من نسامة 2013 بعد المعطلاب الأيوم في جنبيبا بعد المعطلاب الوهدي مؤسسة اليناية معناها بتعدد أشهرها ما نرقاوش الحل القانوني اللي مشينا فيه نحن هو شكاية جزائية ضد صاحب المقطع من أجل من أجل الأضرار اللي يتسببها في عين بوكارة واللي يتضرب منها هل الهودية تحارت الشكاية من أجل الأضرار تضغل القانون العدد سبعين لسنة 95 اللي هو ينظم استغلال المقاطع لدى الوكيد الجمهورية بجنبيبا ومن الوكيد الجمهورية حالها للتحقيق والبحث لفرقة الحلس الوطني في تورق كنا معناها كنا نعرفوا أنه معناها كانت الخطة معناها الضغط الميداني كنا نخرجوا زادة في احتجاجات ونتنقلوا معناها دوار كامل صغار صغار بوكبارنا مثلا ذات زهمولة عمرها 86 سنة وهي معناها من أول اعتصام وهي موجودة في الاحتجاجات وموجودة حتى في الخيمة أيضا الاحتجاجات كانت تتصير قدام الولاية وقدام المحكمة لأنه الوالي المفروض ينتصرر ومعناها للناس المظلومة حتى بقطع نظر على كل شي هو كمسؤول في الدولة المفروض والأصل في الأشياء معناها هذا ما معناها عين ذكارة صحيح مش ربو منا احنا الهويدية لكنه بالنهاية زادة ما تونس معناها وثروة الأجيال القادمة لا هو جاء في صف اختار أنه يجيه في صف معناها صاحب المقطع ومشا بالمضاء أكثر من ذلك أنه شكاة معناها شكاة بنا وشكاة حرائر ومناظلات الهويدية من أجل ثانيهم على أنهم معناها يطالبوا وينتزعوا حقهم حقهم الطبيعي حقهم في البقاء حقهم في الحياة الحق اللي ينظر عليه الإنسان منذ فجر التاريخ نحن هنا شعارتنا واضحة قلنا رؤوا لأن الماضي هنا والحاضر والمستقبل ومستمرين في معركتنا الانتصار الميداني نعتبره انتصار جزئي لأنه السيد معناها هز الجرفات متاعه جرفات النهب وجرفات التخريب والتدمير خرجهم من المقطع وقت اللي نمشوا وإحنا نحتجوا هو يبدأ يخرج معناه وقت اللي يفرغ الدوار هو ولي يخرج في الجرفات متاعه منزلنا بش نطالبوا وحقنا الطبيعي معناه في تعويض نحن كصغار فلاحين ناس ضررت معناه ولا عندنا الموت المفاجئ اللي مواشينا لأنه معناه الغبار وقت اللي تاكل معناه هايشة نعجة تاكل الغبار معناه طبيعي بش تموت ثم زاد هجر لنحل معناه عم الشريف هذا مثلا الفلاح متاع نحل عنده 45 سندوق متاع نحل ما بقاتلوش حتى نحلة والعين اللي هي عين ذكارة تعتبر معناه عنوان معركتنا معناه ومستمرين صدقين موسيقى وقت اللي جاء المحامي الأهالي السيدة رياضة بن حميدة من تونس وقت اللي احنا جينا بش نقدموا قضية في نهارتها هما معناه خرجوا استدعاءات أمنية على أساس وأنه معناه صاحب المقطع هو اللي شاكي بينا شاكي بينا على أساس وأنه أحنا معناه تعطيل حرية شغل في حين أنه هو معناه ترخيص متاعه وافي في ماي 2018 معناه ثمانية شهور قبل اعتصامنا وهذا موثق معناه في التقارير الوكال الوطني لإحماية المحيط بعد ما كلمنا الأبحاث فوجئنا لأنه صاحب المقطع قدم شكاية شكاية اللي جيت نشوفه مع رئيس الفرقة قال لي رأيه يقول لي وقت يقدمها شكاية شكاية رأيه في ديسمبر حالة 17 جاء في قليلة المبارع منه مدار 16 فوجئه معناه هي وريك من اللحية بطء من جهة في خصوص أهلين الويدية خاطر رأيه البطء نديوه منه إدارية منه 2013 ومن ناحية أخرى السيد الذي ساحب المقطع الذي عنده علاقات ومفور في المركة شكايته تتخدمه معنى يغي في مهارة باش تتكونوا مبعضها باش يشيروا مبعضهم على الأقل فلنا فلنا ضغط وفلنا هاوك أمام اليدر عمولينا وكاراوه هم هذين ما معطلين على الخدمة فلنا 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 دين فلنا نيجوسياسيون والضغط على الأحيان ماي 2019 موثق وأنه هو معناها الترخيص متاعه وفاء فلما الترخيص متاعه وفاء في الثمانية شهور والإنها هو على ص هو استغلال وحي وعشي يعني هذا ما هي الذي يزاد كم تقنججه والإنها هو الذي يعتبر الضرب القاضية الضرب مموحي يعني أضبو في الكامل أو مثلا تغيط في مكتاب مكتابة ينوحي ل conquered بالمحروقات أو في المقطع يزيد يعمل في الفيدونج للجرافات وتتصور أنت أكثر من 15 أو 20 جرافة معناها وشنو تهز زيوت أو يخرجني الماء مخلط طمي ومخلط بالمحروقات فلما عمله قضية تعطيل حرية عمل أو حرية شغل وتضحوا أنه هو ماشي في الثنية غالطة اخترنا إحنا لأننا عتصمنا بتاريخ 23 ديسمبر اخترنا أربعة ترجان فيه ولي رمزياته هزينا من هنا لأنه هي معركتنا نوعية بجميع المقاييس هزينا وردة ومشاء ولد حفيد عام شريف هو الزراع الوردة وعم شريف هو اللي حفر للوردة هذيك فيه إشارة أنه نحن نؤسس لثقافة الحياة وثقافة التعمير وثقافة الجمال وثقافة الحب والورود في حين أنه هو معناه يؤسس لثقافة الخراب وثقافة التدمير والفناوة فقدم قضية أخرى قالوا هم عملوا عملية اقتحام للمقطع وحب يصورنا وكأنه نحن بمنطق الهمجية أو بمنطق العنف في حين نحن اخترنا درب آخر قائم على صحيح على نظال نظال حقيقي ونظال معناه دي جاكم شفتوا معناه تخيلوا معناه هذا البرد وواحد ونحن عندنا نعام تأول هنا لكن برمزية وبوقوف الناس إلى جانبنا معناه من كامل ولاية الجمهورية ناس صحيحة شوية لكنهم نوعيين ونتصلوا للقضايا العادلة واللي حق الإنسان في بقاءة على أرض لأنها بالنهاية معركة أرض ما احنا منشنا بش نفاوضوا على وجودنا على أرض يا نار الهيبة يا محبة بوجيا ما تبراش يا أمي ما تخفيش مهما طالت لمحا مهما الليل سكل ديارك لازم ضو الفجر بانك والناس اللي خانوك يشيهم يوم ومش هنبرت حتى اللي بيوتو لتخلص اللي بيوتو لنوم اللي بيوتو لكل مش عالي قدار من فوق التارزك اتحلت في الزوز يعني من بش يمشي يسان في العمونا من بش يمشي انت رجيت حالة مشروع بش انت يتناله ولكن بيوتو لكل غير يساريان فجاري وقتلتها الكاميونة والناس العنشانة اللي تحبك بوجيعة مادولو كالقودة وقالولو وولدك مات مات هو احنا معناها كنا المفروض منطقة النظور كان ثم مشروع تزويدنا بالماء ساحل الشارع لكن تعطل المشروع فيها معناها فشل انا نقول فشلي انو معناها ديجاء المفروض لان احنا عندنا ثلاث سنين واحنا الماء في 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 الديار معناها نتنمتع كي جميع البشر اللي انو بالحق عيب معنا عشرين عشرين ناس معناها متزلت معندش ماء وحتى في علاقة حتى كنا نشوفه معناها كورونا والماء معناها كرامة الانسان وهو معناها حق بشري معناها بزوان فيطال للاسف نحنا منتمتعوش معناها ثم خمسة الاف ساكن معناها من المرومبون اللي يجيتوا منه انتم حتى العنس نوسي وانو قاع الاكسيدون الحادثة الماريرة هذكا ما عندناش ماء ولا حد هذه اللحظة ما عندناش ماء النوعي في معركتنا اننا قلنا للنظام او قلنا لهذه السلطة اطرقونا بسلام على أرضنا معناها مطلبناش احنا الماء احنا جينا قلنا معناها خلونا كما احنا وخلونا كما اجدادنا 350 سنة التالي معناها تلك هي معناها تعتبر بالحق اللي صناع الفارق او اللي المفارقة معناها انو احنا ما طالبين حد شيء لانو العائل العين بالحق معناها كنا نعيش معناها كنا نعيشوا بها معناها في عيشة باهية معناها نحن ننجو قوتنا حتى على مستوى اخر معناها المستوى المعيشي متاعنا ننجو كل شيء معناها ننجو كل شيء معناها ننجو كل شيء معناها نناكله معناها معناها تعامل معناها تقدر تحس في الفيبراسيونا ألا نحن نشكو على حقنا وعليه الماء متاعنا والعين هي ذا اللي عندما يعدموها معناها معاتش اللي هي تشرب معاش معناها تنتج حد شي نفلحوا منها نشربوا منها الحيوانات منها نشربوا منها طول وقت الحاضر هذال يعدمها معاش عين ذكار انت عقبل معاتش معناها المفروض المقطع ذالي معناها المطلوب معناها يبعدنا وخلينا نعيشوا كما كنا عيشوا القبل وذكا هو الخطر نحن ماشنا طالبين حتى شي طالبين معناها اللي هو المقطع يسكر يعطينا معناها العدالة والحاكم يعطينا معناها ما يثبت اللي هو مسكر وذكا هو وذكا هو مكبشين وحاملين معناها الصخانة وحاملين البرد وقت شوف معناها وفدوج وبرود ووحدات ونحن قاعدين أخاطر حقنا ونحن طالبين معناها طالبين الحق نتعنى لليوم غدوة معناها نحن قاعدين ما نعطينا منه باكما نتعنى ويزهر حقنا معناها ما تهجمنا شيع لي حتى في شي قال المية اللي هو صالح الشرب ها زين المية اللي صالح الشرب هذا ما عملنا هاكا هو طالبين منا حتى شي طالبين في حقنا والمية معناها اللي انتعنى اللي كنوا نشربوا فيه معناها هباهي وصافي وكل شي حتى الحيوانات ما تشرب شي منها بريت التصوير في الحي تمنيت يخذني الأكبر بريت التصوير أو بكي جالوا عليك تحت الصفر نسمع فيهم باعوا ترابر باعوا السماء باعوا الأحجر باعوا التاريخ اللي في كتابة باعوا اسمك والشعب الحر